اشتركوا في القناة من مواصلة لعب دوره الإيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واشتذاب المزيد من المستثمرين والزوار إلى المملكة وأوضح معالي خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لمشروع كانالفيو الكائني في جزيرة دلمونيا والتابعي لشركة نسيج للتطوير العقاري أن القطاع العقاري أصبح اليوم منظومة متكاملة بسبب قانون تنظيم القطاع العقاري كما يقدم للمتعامل في العديد من الحوافز والمزايا المرتبطة أيضا بترتيبات قانونية من بينها المعدلات التنفسية على عوائد التأجير والسماح بالتملك الحر وغيرها من المميزات مشيدا في الوقت ذاته جدوى السياسات العقارية الوطنية ومدى فعاليتها وذلك من خلال ما أفصحت عنه المؤشرات المشجعة التي تبشر بمزيد من التقدم والازدهار لهذا القطاع الحيوي الذي حقق في الربع الثاني من العام الجاري نموا إيجابيا اسميا بنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي فيما ساهم بنسبة أربعة فاصل تسعة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الفترة نفسها وبهذه المناسبة بين معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تشجع المطورين على طرح وتنفيذ المزيد من مثل هذه المشاريع العصرية والتي يمكنها أن تلبي احتياجات وأدواق مختلف الشرائح لأسيما المشاريع التي يمكن إدراجها ضمن خطط وجهود التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد المزيد من الحلول الإسكانية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من فورية الخدمة من جانبه أعرب سعادة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة نسيج عن بالغ الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لرعايته حفل التجشين الرسمي لمشروع كانال فيو والذي يرسم ملامح أفاق أرحب لأنشطة الشركة ومساهمتها الفاعلة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة هذا ويعتبر مشروع كانال فيو الذي يقع في قلب جزيرة دلمونيا إضافة نوعية في محفظة مشاريع شركة نسيج ويتكون من أربعة مباني تضم في مجملها 246 شقة مطلة على قناة مائية لتشكل أيقونة عقارية متعددة الاستخدامات تجمع بين الرفاهية والإطلالة البحرية يعتبر مشروع كانال فيو من أهم المشاريع التي تم إنجازها في جزيرة دلمونيا يتكون المشروع من 246 شقة سكنية ومساحات للمطاعم والكافيات والتجارة التجزئة المشروع أنجز بعقد مع شركة الكوهيجي للمقاولات بمواصفات عالية وبقيمة إجمالية تقدر ب 19.4 مليون دينار المشروع طبعا يتكون من أربعة براج كل هذه الإطلالات على البحر وعلى القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر